اشتركوا في القناة المذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية المالديف إلى المملكة في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى أفاق أرحب بعدها أشهد المجلس بزيارة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تأتي في إطار الاستمرار في تفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو ومواصلة دفع عجلة العمران وتنشط المشاريع العقارية وتسهيل الحصول على الأيد العاملة لازمة لتطور كافة القطاعات الاقتصادية لخلق الفرص للمواطنين حيث تبع المجلس تنفيذ الأوامر الصادرة عن سموه خلال زيارته غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إلغاء تصريح العمل المرن وتكثيف الحملات التفتيشية وتشجيد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء حيث وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص بتحديد فئات وألية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق كما تابع المجلس توجيه سموه بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات ثم هنأ المجلس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة تحقيق الفريق الملكي للقدرة بقيادة سموه بطولة العالم للقدرة المقامة في إسبانيا لمسافة 120 كم مؤكدا أن هذا الإنجاز العالمي يؤكد على العزيمة والإصرار وروح التحدي لتعزيز مكانة مملكة البحرين في المحافل الرياضية معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في قيادة رياضة القدرة البحرينية نحو العالمية بعدها رحب المجلس بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الانتخابات التي أجريت أثناء انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة بوخاريست برومانيا وأكيدا أن هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولي بمملكة البحرين وتقدمها في مجال الاتصالات وتقنيات الحديثة بعد ذلك قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير عدد من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين شؤون الجمارك بمملكة البحرين ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية أذربيجان بشأن التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم بشأن وضع التعليم بمملكة البحرين بحسب ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مؤشر التنمية البشرية والذي أظهر تقدم مملكة البحرين بسبع مراكز في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بآخر نسخة من التقرير إلى جانب تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشرات التربوية على المستوى الإقليمي والدولي بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن المشاركة في قمة تحويل التعليم والمشاركة في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومراسم الجنازة الرسمية لرئيس وزراء اليابان والمشاركة في الاجتماع السابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي وأبرز المبادرات الناجحة ضمن نتائج الزيارة الاستطلاعية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي والمشاركة في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركة في اجتماع أوبيك وأوبيك بلس والمشاركة في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والزيارة الرسمية لوفد وزارة شؤون الكهرباء والماء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة وفد مملكة البحرين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 والمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية احتفاءا بيوم السياحة العالمي والمشاركة في منتدى الإعلام العربي اشتركوا في القناة